نبارك للمنتخب الوطني لكرة اليد النهاردة بيتأهل للدور النهائي لبطولة الأمم الأفريقية المقامة في القاهرة بعدما حقق فوز كبير ومستحق على المنتخب التونسي أعتقد المباراة كان فيها تفاوض كبير لمنتخب مصر فاس 3025 البطولة حتنتهي السبت إن شاء الله بالمباراة النهائية الشرط الأول انتهت بتقدم مصر على تونس 17-12 منتخب مصر قدم مباراة قوية جدا استحق عليها هذا الفوز والتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية في باريس 20-24 وأيضا بلوغ نهائي البطولة باشوانتس فريق كورتلياد هو الفريق اللي بيثبت دائما أن العمل الجاد المخطط يأتي بثماره هي مش مسألة جير متفوق لأننا بقلنا من التسعينات في هذا التفوق ولا مسألة نجوم تلعتلك مع بعض بالصدفة ولكنها خطط ومخططات وسياسات جريئة قاضها الكابتن حسن مصطفى بمنتهى المواجهة والجدية والصراحة والشجاعة وستطاع أن يضع أساس قوي جدا الناس ماشي عليه فكانت النتيجة تواصل الأجيال وتصاعد المستوى بقى في نظام خلاص أنت كورتلياد تشارع عليها قادي العمل السليم يجيب النتيجة هي تخط تونس وهيلعبه الفاينال مع جزائر يوم السابق في الصغار أحسن أربع فرق لازم حيتحط اسم المصر فيهم ناشئين يعني ده عمل منظم فيه صدق فيه رؤية فيه جرأة فيه أمانة في الشغل يعني عقبة لكرة القدم يعني المسألة مش صعبة بس عايز حد فعلا يتجرد ويشتغل وما يموش ده كلام كتير الجزائر فازت على الرأس الأخضر اتنين وتلاتين ستة وعشرين عشان يصعد محاربه الصحراء للقاء منتخب مصر يوم السابق على كاس البطولة إن شاء الله دعني أقول لك شيء محدش مدرك أن الجزائر صحبة الرقب القياسي في الحصد زي البطولة الجزائر كانت البعبع لحد التمانينات بداية التمانينات تونس برضو عندها تونس بعد كده أنا بتاع عند أقول تبتع كله أنا كنت مسؤول من الثمانين لثمانية وتمانين وأعلم أعلم أجيال الجزائر لكن الجزائر من سنين تركت الريادة والقيادة بين مصر وتونس تونس الأول ثم جاءت مصر بعد التسعينات عشان تقول لا بعد إذنكم إحنا هنشتغل بطريقة مختلفة والجزائر النهاردة بوصولها إلى النهائي الحقيقة بتصطر تاريخ جديد فتنبهوا جيداً الجزائر تريد العودة إلى مجدها السابق واضح جداً أن الرأس الأخضر هي الحدوتة بتاعت اليومين دول هي الموضة في الكورة هي الكاب فرد اللي صعدة لدور الستاشر بتفوق كبير وعمل نتائج كبيرة وتصدرت مجموعتنا لكن كمان في الهندبول تلعب السيمي فاينال ده حضور قوي للكاب فرد طيب نرجع بقى نقول ده تخطيط ولا عشوائية تخطيط طبعاً فلنؤمن بالتخطيط والجرأة والأمانة في العمل لما تحط بلدك قبل مصالحك توصل للي انت عايزه ده كلام مهم وخلاصة الموضوع لما تحط بلدك قبل مصلحتك دي كلام رشدتة مهمة جداً بمناسبة بلدك ومنتخبك عايزين نقول ألف ألف سلامة لنجومنا التلاتة محمد الشناوي الحارس العملاق اللي سافر إلى ألمانيا علشان يخضع للفحص الطبي وتمهيداً لإجراء الجراحة اللي ممكن يتم إجراءها